وفق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على إطلاق مشروع تطويري ضخم يدعم البنية السياحية في المحرق بكلفة تصل إلى 45 مليون دينار يربط سوق المحرق التاريخي بواجهة بحرية عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية والتجارية وسيتم ربط سوق المحرق بالواجهة البحرية عبر جسر للمشا ويشتمل المشروع التطويري أيضا على موقف متعدد الطوابق للسيارات وفندق وسوق شعبي ستشيد على الموقع الحالي لبريد المحرق ومتصلا عبر جسر للمشا بساحل بحري ومرفأ للقوارب وممشا ومنطقة مخصصة للمطاعم والمقاهي ويتهد المشروع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال زياراته الميدانية إلى المحرق وسواحلها وترجمة لأوامر سموه بزيادة المشاريع التنموية التي تخدم المحرق تجاريا وسياحيا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد رئيس اجتماع عمل صباح اليوم اطلع خلاله على مشروع تطويري يربط سوق المحرق التاريخي بواجهة بحرية عصرية متطورة سياحيا وتجاريا تضم أيضا مرافق تدعم المحرق من الناحية السياحية من خلال الفندق الذي سيتم تشيده في المنطقة القديمة ويطلع على الواجهة البحرية وتوفير خمس مائة موقف للسيارات تخدم سوق المحرق إلى جانب سوق يكون امتدادا لسوق المحرق ويحمل طابع المنطقة التاريخي وقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح حول التفاصيل الفنية للمشروع قدمه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية التي تخدم المواطنين وتوفر لهم البدائل السياحية والترفيهية والتجارية وتعزز جهود الحكومة في تطوير مقاومات السياحة في مناطق البحرين المختلفة وبخاصة المحرق لما تحمله من إرث تاريخي وثقافي زاخر ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى طرح المشروع التطويري أعلى في مناقصة عامة في أسرع وقت ممكن موجها سموه إلى مراعاة أن يكون هذا المشروع داعما لتوجهات الحكومة في توفير كافة المقاومات السياحية والتجارية أمام المواطنين ويشكل عنصرا داعما للنشاط التجاري والسياح الثقافية والأثارية في المحرقة ترجمة نانسي قنقر